ملايين ومليارات تهدر سنويا على كماليات يستغنى عنها وأطعمة ترمى في القمامة ثم نشتكي الفاقة وأننا محتاجون والحقيقة أننا مسرفون نأكل فوق طاقتنا من الطعام ثم نذهب إلى الطبيب نشتكي من الآلام قال بعض السلف إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة مفسدة للجسد ومع الإسراف في الطعام والنفقات يموت أطفال في أقطار أخرى من الجوع ولذا قال بعض الحكماء كل إسراف في مقابله حق مضيع ومن الناس من يقترض من البنك بالربا لينفق على الرحلات السياحية ثم يعرض نفسه لهم المطالبات والتضييق وربما للسجن في الدنيا مع الإثم والعذاب في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الدين والاقتصاد وحسن التدبير خير من كثير من المال كما قيل حسن التدبير مع الكفاف خير من الكثير مع الإسراف وأي إنفاق في الحرام كالدخان والمسكرات فهو تبذير محرم ولو كان درهما واحدا قال تعالى إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فالإسراف هو الإنفاق في الحلال زائدا على ما ينبغي والتبذير هو الإنفاق فيما لا ينبغي وكل تضييع للمال فهو إسراف محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال ومن أقبح الإسراف العدوان على مال اليتيم بالغصب أو التضييع قال تعالى عن أموال اليتامة ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أي لا تفرطوا في إنفاقها وتقولوا ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامة وينتزعوها من أيدينا فاحذر من الإسراف وحافظ على مالك فإنك مسؤول عنه يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أثناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه مالا اشتركوا في القناة